بعد مطالبته بمحاربة فساد الأحزاب والميليشيات وبأنه لن يخضع للضغوط الخارجية في تشكيل الحكومة رافعاً شعار لا شرقية ولا غربية ها هو مقتدى الصدر يناقض نفسه مرة أخرى حيث كشف تحالف الفتح عن تقديم التيار الصدري حقيبة وزارة الداخلية إلى الفتح مقابل فك التحالف مع المالكي والسبعاد الأخير من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة وحجة الصدر هنا أن المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين من 2006 إلى 2014 كان متهماً باستشراء الفساد وأعمال العنف كان ذلك في اجتماع الصدر مع العامري لكن من دون الوصول إلى اتفاق بينهما قوى الإطار التنسيقي من جانبها رفضت ترك المالكي منفرداً في المعارضة كما رفضت سبعده في الحكومة المقبلة وقالت أن الصدر وضع الإطار التنسيقي في زاوية ضيقة من دون الإبداء برأيه لكن الإطار التنسيقي اعترف بأن هناك ضغوطاً داخلية وخارجية تمارس على الصدر والإطار للوصول إلى اتفاق فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة المالكي سارع بالرد على الصدر وقال من يتجاوز سيكون الرد عليه في الميدان السياسي والأمني دفاعاً عن أهدافه ومصالحه وكف أذى الذين يستهينون بالدماء ويصادرون الأموال والممتلكات والحريات في إشارة إلى ميليشيات الصدر هذه التطورات جاءت على خلفية عقد هيئة رئاسة البرلمان جلسة تشاورية وناقشت الرئاسات تحديد موعد جلسة البرلمان المقبلة لاختيار رئيس الجمهورية وبهذا يبقى تشكيل الحكومة المقبلة مرتبطاً بالمشاورات التي تجريها الأحزاب والميليشيات في صراعها على المناصب والسلطة صراع مرير ينذر بمواجهة المسلحة بين ميليشيات العملية السياسية الصدر وإطار الميليشيات التنسيقي ترجمة نانسي قنقر